كمان استمر تفوق الأهل في لعبة الهوكي وكانت خامس لعبة يتم تنظيم دوري لها بعد كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وكرة المعنى وذكرت الأهرام أن الأهل فاس فوس كاسح في لعبة الهوكي على نادي فاروق اللي هو الزمالك حاليا أقيمت المباراة النهائية على كأس الإتريبي بيك بين الأهل وفاروق على أرض السكة الحديد يوم الخميس الماضي وفاز فيها الأول بسبع إصابات وقلنا سبع إصابات يعني سبع أهداف يعني الأهل فاز على الزمالك في الهوكي سبع سفر وكانت نتيجة كبيرة جدا سبع سفر